الحقيقة فيه إقبال كبير من جمهور مهرجان العالمين على حضور العروض المسرحية المختلفة والعرض الأول من المسرحية الاستعراضية الكوميديا التلفزيون كان فيه إقبال كبير عليه وهي من بطولة النجمين حسن الرداد وإمي سامير غانم المسرحية هي مسرحية استعراضية ضمت عروض الحقيقة مبهرة جدا عايزين نتعرف على كواليس تصميم الاستعراضات دي من خلال الفنان مصطفى حجاج مصمم رأسات المسرحية برحب بيك حبا حضرتك ومرسي جدا على المقدمة الجميلة دي أهلا بيك ومبروك الإقبال ونجاح للمسرحية مسرحية بتناسب أجواء الصيف ومسرحية كوميديا استعراضية حابين نتعرف منك إزاي قدرت تعمل رأسات تكون ترند قبل حتى ما المسرحية تبدأ تتعرف لا والله هو الحمد لله يعني الأستاذة إمي طبعا ما شاء الله عليها تمتلك حضور مش طبيعي دهي بصراحة يعني حتى ما خدتش معايا مجهود في البروفات خالص وطبعا النجم حسن الرداتي يعني هو أصلا صديق معزيز علي جدا ونعرف بعض من زمان جدا فيعني برضو ما خدناش وقت في التحضيرات لأن دايما بنحب نعمل حاجات دمها خفيف وتبقى بسيطة وتبقى حاجة شكلها يعني شيك فدي حاجة بصراحة كانت حاجة جميلة جدا يعني الألفة بيننا وبين بعض ككو عمل ككاست عمل دي حاجة بالنسبة لي بصراحة كانت جميلة جدا بالنسبة للأجواء يعني طيب هل هم اقترحوا عليك اقتراحات أثناء تصميم الرأسات أو كان ليهم رأي معين وجهة نظر الرأسات الخاصة بيهم تحديدا الفنانة إمي سمير غانم والفنان حسن الرداد هو طبعا إحنا قعدنا في التحضيرات يعني قعدنا في التحضيرات الشكل المزيكة هتبقى عاملة إزاي وبرضو لازم تبقى ملأمة للدراما فدي حاجة برضو يعني طبعا قعدنا عليها طبعا إن إحنا إزاي التابلو الاستعراضي هيبقى شكله عامل إزاي وإزاي يبقى جوة السياق الدرامي ما يبقاش خارج السياق الدرامي يعني كان فيه كام رأسة تقريبا في مصرحات التلفزيون كام رأسة استعراضية؟ إحنا يعني حوالي أربع استعراضات منهم استعراض لإيمي وفيه استعراض في الآخر خالص ده بيضم حسن وإيمي الاثنين مع بعض وعدد الرقصين اللي كانوا في المصرحية كان عددهم كام موضوع التدريب خد وقت قد إيه علشان الموضوع يظهر بالشكل اللي ظهر به هو الموضوع التدريب والحمد لله يعني إحنا ما بناخدش وقت كبير قوي لأن أنا بالنسبة لي بعض أحضر الأول لازم أحضر الأول أصم من الأول وبالنسبة للرقصين هم بيحفظوا على طول يعني ما بياخدوش وقت بس هو اللي بياخد وقت شوية هو موضوع التحضير لأنه بيبقى لازم برضو يبقى فيه فريم معين وعشان الدراما وعشان الآلب الدرامي اللي بنعمل فيه الاستعراضات فكل ده طبعا بيحتاج وقت بس مش وقت برضو كبير يعني بيصدغرك مثلا من خمس من خمس أيام لسبع أيام طب شايف إزاي وجود المصرحية في مهرجان العالمين وجود كمان فنانين زي أمي سامير غانم وحسن الرداد يعني يخلى فيه إقبال على المصرحية وفيه ردود أفعال جميلة جدا لنوع من الفن كمان الاستعراضي مش مجرد مصرحية بس والله قبل أي حاجة أنا يعني عاوز أتكلم عن الصرح الكبير اللي معمول في العالمين بجد حاجة مشرفة جدا عايز أقول إن بلدنا حلوة جدا وبجد حاجة تشرف يعني الموضوع جميل جدا وبيضم برضو فعاليات كبيرة جدا وكتيرة ودي حاجة كانت برضو يكاد يكون مفتقدينها في بعض من الوقت قبل كده يعني فموضوع المصرحية الحمد لله يعني تقريبا حضرتك تقدر تقولي إن إحنا فيه اجتياء للمصرح في العموم يعني إحنا فيه عش ده حقيقة يمكن بيفكرنا بالمصرحات اللي كانت دايما بتطعرد في الصيف في اسكندرية وكان بيقبل الناس عليها والفنان سمير غانم كمان بالتحديد كان دايما بيبهج جمهور في الصيف بمصرحيات اشتغلت الأستاذ سمير غانم عملت له مصرحيات سيبوني أغني يعني اشتغلت معايا يعني طبعا يعني كان لي الشرف إن أنا أشتغل مع الأستاذ سمير غانم بصراحة فلا يعني كان فيه اجتياء فيه اجتياء بصراحة فلما رجعنا تاني بهذا الشكل وفي صرح كبير زي العالمين مهرجان العالمين الحمد لله الجمهور بصراحة بيطلع مبسوط جدا وعايز ييجي تاني وتالت ورابع فدي أعتقد حاجة كفيفة جدا إنه يبقى فيه رجوع للمصرحتين بهذا الشكل ده حقيقي والمصرحية فعلا كان لها أصداء جميلة وفرحت جمهور العالمين الجديدة بوجود كمان نجمين زي إمي وزي الفنان حسن الرداد ووجود مصرحية مختلفة دمها خفيف تجذب أي حد إنه يتفرج عليها في المهربة أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان مصطفى حجاج مصمم رقصات المصرحية بشكرك شكرا جزيلا